لأن المستشفى الحين يبدو بداياها جرائم العنف الأسري تتزايد في محافظة النجف يوما بعد آخر زينب شابة عشرينية وأم لطفلين أحرقها زوجها بعد سكب مادة البنزين عليها ما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير من رقودها في مستشفى الحروق التخصصية وفق ما روته عائلتها اتراحت وهي طفلة صغيرة يعني عمرها عشرين سنة بعد كل شيء ما مفتهم بالحياة بنتي مظلومة راحت بنتي مظلومة عندها اثنين أطفال طفلة رضيعها أمرها خمس شهر والطفلة الثانية أربع سنين عمرها أمان ربيته كانت زعلانة أمي القتلها زوجها والمحرطة أختها وأمها ليش كثر القتل عدنه ليش وحارق بالبنزين وهي احترفت عليه كاميرا الفلوجة وثقت حال عائلة زينب إذا أكدت إنها أبلغتهم قبل وفاتها بدقائق أن زوجها هو من حرقها فيما تشرع القوات الأمنية بالتحقيق في الحادثة اعترفت علي هي اعترفت بالمستشفى هاي وفي المستشفى النجاة هي اعترفت وفي سياق العنف الأسرية يرى متخصصون نفسيون أن أبرز الأسباب التي تقف خلف ازدياد هذه الجرائم هو زواج القاصرين ممن تنعدم لديهم الأهلية للتحمل مسؤولية الزواج وسط مطالبات بمنع عقود الزواج التي تصدر خارج المحاكمة المتخصصة من النجف طهر العساف قناة الفلوجة اشتركوا في القناة